بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثأره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله تعالى أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار الحلقة الرابعة والجزء الرابع من أسباب خروج سيد الشهداء إمامنا الحسين صلى الله عليه وآله من مكة إلى كربلاء تجدوها على قناتنا في اليوتيوب التي للمرة الثالثة تم تغيير العنوان لكثرة البلاغات عليها أو الابلاغات كوننا لسنا مع أحد من المراجع أو الأحزاب أو المعممين أو الشخصيات الدينية أو الشخصيات السياسية وقاموا قبل ذلك بتهكير القناة وتم افتتاح قناة جديدة قناتنا الأمان الأمان يا سيد الكون وإمام الزمان 1394 للعلم نرجع إلى موضوعنا نكمله اللي فصلنا كل الأحداث في الحلقة الأولى والثانية أو الجزء الأول والثاني والثالث وهذا الجزء الرابع عن أسباب خروج الإمام صلوات الله تعالى عليه وآله بعياله وأخوته وأصحابه وقطعه مناسك الحاج والمجيء إلى كربلا وترك مكة والمدينة لكن هناك بعض الأمور التي يجب علينا أن نوضحها قبل أن نكمل ما بدأنا نريد أن نعرف أو نعرف وصف سيد الشهداء الإمام الحسين أبا عبد الله صلوات الله تعالى عليه وآله عن حال الدنيا وأهل الدنيا في زمان جولة الباطل من استلم معاوية لعنة الله عليه إلى أن نصب يزيد وكأنها بالوراثة يقول سيد الشهداء صلوات الله تعالى عليه وآله في خطبة له في مسيره إلى كربلا يقول إن هذه الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها فلم يبقى منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرع الوبيلي ألا ترون إن الحق لا يعمل به وإن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله تعالى محقا فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمه إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم أو معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون المصدر كتاب تحف العقول لابن شعبة الحراني أو الحراني ونأتي إلى قول العقيدة صلى الله عليه تعالى عليها السيدة مولاتي زينب وليست زينب زينب سلام الله عليها عندما قالت بأبي من عسكره في يوم الاثنين نهبا يعني النهب يوم الاثنين سؤال هنا يطرح نفسه أو انطرحه هل كان عاشراء يوم الاثنين يعني يوم العاشر هل كان هو يوم الاثنين من الأسبوع حين هجم الأمويين على مقيم سيد الشهداء صلى الله عليه وآله والمنادي ينادي احرقوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية والنار شبت في القيام والعقيلة صلى الله عليه تعالى عليها أخذت الإذن من إمام زمانها الإمام السجاد بعد استشاد الإمام الحسين صلى الله عليه تعالى عليه بالفرار وفرت العائلة والعقيلة صلى الله عليه تعالى عليها ترى الهاشميات يركضنا بين الجثث وبين القتلى في هذه الرمال في هذه الصحراء فرفعت صوتها وقالت وامحمداه وامحمداه بناتك سبايا ثم قالت صلى الله عليه تعالى عليها بأبي من عسكره في يوم الاثنين نهبا عاشراء يعني اليوم العاشر لم يكن يوم الاثنين هو أساسا يوم الجمعة حسب الروايات منقول عن الأئمة صلى الله عليه تعالى عليه ولكن حتى لو ذهبنا مع جدل المتجادلين فالمتجادلين لم يذكروا يوم الاثنين أصلا في الخيارات المطروحة في جدالهم الذي ذكروه أن بعضهم يقول أن عاشراء كان يوم الأربعاء أو يوم السبت والبعض الآخر يقول عاشراء يوم الجمعة وهو الصحيح لكثرة الروايات الواردة في هذا الأساس أما الاثنين لم يذكر أصلا في أصل جدل المتجادلين فما معنى قول عقيلة الطالبيين صلى الله تعالى عليها بأبي من عسكره في يوم الاثنين نهبة العقيلة صلى الله تعالى عليها وآلها تشير في عبارتها إلى شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فسيد الخلائق النبي الأكرم هو الذي كانت شهادته حين استشد مسموما كانت شهادته في يوم الاثنين وهذا المعنى أيضا نجده في قول الإمام الرضا عليه السلام صلى الله تعالى عليه قال ما أصيب آل محمد إلا في يوم الاثنين يقول إمامنا الثامن والضامن الإمام الرضا عليه السلام صلى الله عليه وآله يوم الاثنين يوم نحسن عند الأئمة عليه السلام قبل الله تعالى فيه نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وما أصيب آل محمد إلا في يوم الاثنين فتشاعمنا به وتبرك أعداؤنا به ويوم عاشوراء قتل الحسين صلى الله عليه وتبرك به ابن مرجان يعني هنا الشمات اجت يوم الاثنين ويوم قتل الإمام الحسين عليه السلام وتبرك به ابن مرجان وتشاعم به آل محمد فمن صامها أو تبرك بهما لقي الله عز وجل ممسوخ القلب وكان محشره مع الذين سنوا صومها والتبرك بها يعني يوم العاشر حرام ممجوز مم مستحب حراما صوم يوم العاشراء المصدر كتاب تهديب الأحكام زين ليش الأئمة هنا دائما يقولون والسيدة كذلك تشير إلى يوم الاثنين يوم الاثنين شنو علاقته بيوم عاشراء يعني إذا قلنا بأن يوم عاشراء الأربعاء أو الجمعة أو السبت شنو علاقة الاثنين بالموضوع نبيون العظم صلى الله تعالى عليه وآله قلنا مسموما في يوم الاثنين وكان ذلك بتدبير وتعاون بين أبا بكر وعمر وابنتيهما لعنة الله تعالى عليهم جميعا كما ورد عن الإمام الصادق صلى الله تعالى عليه وهو يقول لأصحابه تدرون مات النبي صلى الله عليه وآله أو قتل إن الله يقول أفإن مات أو قتل هنا نعم الأو صار بها تحريف بالقرآن هي بل أفإن مات بل قتل انقلفتم على عقابكم فسما قبل الموت إنهما الإمام الصادق صلى الله تعالى عليه وآله يقول إنهما أي عائشة وحفصة سمتاه فقلنا إنهما وأبيهم وأبويهما شر من خلق الله تعالى المصدر كتاب بحار الأنوار الجزء 31 فكان ذلك اليوم هو أساس بذرة الظلم والعدوان والاشتراع على أهل البيت صلى الله تعالى عليهم أجمعين لذلك العقيدة صلى الله تعالى عليها ذكرت يوم الاثنين لأن المصائب نزلت والحرب أعلنت على أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم حين استشد النبي العظم صلى الله تعالى عليه وآله يعني الإمام الحسين عليه السلام قتل في يوم السقيفة يوم استشاد النبي صلى الله عليه وآله من قتل من قتل يوم عاشور يعني بالنسبة لأهل البيت فإن يوم قتل النبي صلى الله عليه وآله هو يوم قتل الزهراء يوم قتل أمير المؤمنين يوم قتل الحسن يوم قتل الحسين صلى الله تعالى عليهم أجمعين ومن هنا نفهم ما جاء أيضا في كتب السير إنه في تشيع الإمام الهادي صلى الله عليه والذي كانت شهادته في يوم الاثنين كانت هناك جارية تندب الإمام الهادي صلى الله عليه وتقول ماذا لقينا من يوم الاثنين قديما وحديثا فهذه الجارية أيضا تشير بعبارتها إلى أن بداية الرزايا والمصائب والحرب العلنية على آل محمد صلى الله تعالى عليهم بدأت من يوم شهادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأصل كل هذا البلاء والمصائب التي صبت صبا على البيت العلوي الطاهر هو أبا بكر وعمر وابنتي هما لعنة الله تعالى عليه وعلى من شايعهم وبايعهم وتابعهم ورضي بأفعالهم وتولاهم لعنت الله عليهم أجمعين ولهذا نحن في زيارة عاشورا نلعنهم حين نقول اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك أيضا نقول يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك والبراء ممن قاتلك ونصب لك الحرب والبراء ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه فالزيارة هنا تلعن المؤسسين لهذا الظلم قبل غيرهم ممن عمل بسنتهم ولهذا حين سئل إمامنا الباقر صلى الله تعالى عليه عن أبا بكر وعمر لعنهم الله تعالى قال ما مات منا ميت قط إلا صاخط عليهما وما منا اليوم إلا صاخط عليهما يوصي بذلك الكبير منا الصغير إنهما ظلمانا حقنا ومنعانا فيئنا وكانا أول من ركب عناقنا وبثق علينا بثقا في الإسلام لا يسكر أبدا حتى يقوم قائمنا أو يتكلم متكلمنا ثم قال أما والله لو قد قام قائمنا وتكلم متكلمنا لأبدأ من أمورهما ما كان يكتم ولكتم من أمورهما ما كان يظهر والله ما أسست من بلية ولا قضية تجري علينا أهل البيت إلا هما أسس أولها فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الإمام يلعنهم المصدر كتاب الكاف الشريف للكلين رحمه الله فالعقيل هنا صلوات الله تعالى عليها تعتبر أن اليوم الذي نهب فيه عسكر الحسين صلوات الله تعالى عليه وآله هو يوم الاثنين يوم شهادة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله ولهذا يقول الإمام الرضا صلوات الله تعالى عليه بدعائه في سجدة الشكر وهو يتحدث عن أبا بكر وعمر لعنهم الله وعلى أشياعهما يقول اللهم العن الذين بدلا دينك وغيرا نعمتك واتهما رسولك صلى الله عليه وآله يهجر يقول يهجر وخالفا ملتك وصدا عن سبيلك إلى أن يقول صلوات الله تعالى عليه وآله وقتلا ابن نبيك وهو يشير هنا إلى الإمام الحسين صلوات الله تعالى عليه وآله لأنها أولاء الحثالة المجرمة من أعداء فاطمة الزهراء صلوات الله تعالى عليها هم من أسس أساس الظلم والجور والعدوان على آل محمد صلوات الله تعالى عليهم فهم أساس كل بلية وهم القتل الحقيقيين للحسين وآل الحسين صلوات الله تعالى عليه وآله إذن القاتل المؤسس أو القتل المؤسسين لقتل النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين الزهراء الحسن الحسين ومن بعدهم العين المعصومين هما أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة ومن شايعهم فلعنط الله على كل من لم يلعنهم كل إنسان من تقل ذولي أعداء محمد وآله محمد العنهم وما العنهم لعنة الله تعالى عليه لحد يجي يقول من باب طائفية من باب كذا لا مو طائفية أنت أبو بكر وعمر وبناتهم لو قاتلين أبوك لو أخوك افضل تمشي بالشارع واسبيهم الشي اللافتة لعنهم الله كذا كذا منهم كذا كذا من كذا لكن محمد والي محمد لا طائفية هاي شغلات قديمة هاي شغلات صالها 1400 سنة نحن نتعارك على اثنين نتعارك وعلى سلطة وعلى كذا لا باب يا سلطة أنت دينك هو محمد وآل محمد الكتاب والعترة الكتاب أمير المؤمنين صلوات الله تعالى أنا القرآن الناطق مو القرآن هذا اللي حرفه عمر وجماته اللي ها سعدنا أول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله اقرأ سورة كاملة هم خلي ليها بالأخير وجايب للفاتح هم خليها بالبداية هم سوي ليها 30 جزء هم سوي ليها كذا هم سوي لي منه قال لك منه قال لك أنت تخليهاي منه قال لك تسوي به الترتيب هذا النبي صلى الله عليه وآله مستحيل نأتي إلى سؤال آخر من هي زوجة الإمام العباس صلى الله عليه الكثيرون أو الكثيرين من الشيعة لا يعرفون من هي هذه السيدة الجليلة ألما بأن أباها من المنافقين وعمها من المنافقين لكنها مؤمنة علوية عاشمية هي السيدة لبابة بنت عبيد الله بن عباس مو عبد الله بن عباس لا أخوه عبيد الله بن العباس دول المنافقين هم أولاد عم النبي صلى الله عليه وآله وأولاد عم أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله فالسيدة لبابة كانت من المؤمنات العلويات الشريفات وكانت من الموالين لأمير المؤمنين صلى الله عليه وآله حيث كانت زوجة الإمام العباس صلى الله عليه الوحيدة ولم يتزوج بغيرها وأنجبت له خمسة أولاد وبنت واحدة حسب الروايات وهم الفضل وعبد الله والمحسن والقاسم ومحمد أما القاسم ابن الإمام العباس صلى الله عليه فقد استشهد بين يدي الإمام الحسين صلى الله عليه حسب الروايات يوم عاشراء ويذكر أن السيدة لبابة شهدت واقعة عاشراء كاملة كانت مع بنات الرسالة ضمن السبيل الأموي وكانت قسيمة أم الأحزان مولاتنا زينب صلى الله عليه وآلها بالمصاب الأليم حتى سلبها حزنها الروح وماتت عليها السلام وعمرها الشريف 28 أو 25 سنة لأن الإمام العباس عليه السلام ولاته سنة 25 هجرية عمره بالطاف 35 فبقي أبناء الإمام العباس صلى الله عليه عليه أيتام الأب والأم يعني هي توفت بعد واقعة الطف من الألم والحزن والبكاء أيتام الأب والأم وهم بوصاية جدتهم الطاهرة أم البنين عليه السلام إلا أنها توفيت بعد سنتين من واقعة عاشراء أم البنين صلى الله عليه فتولاهم الإمام السجاد صلى الله عليه وعاشوا في كنف المعصوم واستقوا علمه وعمله وكان كل ما دخل أحد أبناء الإمام العباس عليه السلام على الإمام السجاد صلى الله عليه قام من موضعه يقوم لأن هذا ابن العباس من باب الكرامة قام من موضعه والدموع تملأ عينيه وينادي أنعم بمن أوفوا عهد الله إذ عاهدوا المصدر كتاب إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس صفحة 28 يأتينا سؤال آخر عن الصيام يوم عاشراء ونحن نتكلمنا سابقا عن بأن الصيام لا يجوز لكن هنا نهم السؤال يأتي وجايبنا رواية يأتي سؤال هل يصف صوم عاشراء كما في هذا الحديث في كتاب وسائل الشيعة الجزاء العاشر صفحة 457 عن محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام أو همام عن أبي الحسن الإمام الكاظم صلى الله عليه قال صام رسول الله صلى الله عليه وآله يوم عاشراء نأتي نجاوب على هذا السؤال والإشكال إن من جملة ما وصانا بها أمتنا الأطهار صلى الله عليه إنه إذا وجدنا حديثا منسوبا إليهم وأردنا أن نتأكد منه ننظر في مصادر أهل الخلاف فإذا وجدنا مثله عندهم أعرضنا عنه وعرفنا إنه أما كان موضوعا وضعينه لم يصدر عنهم صلى الله عليه وأما صدر عنهم افطرارا واتقاعا من شر الظالمين أو الظالمين من باب التقية وهذا الحديث المنسوب إلى الإمام الكاظم صلى الله عليه هو من هذا النوع ولذا لا نأخذ به بل نأخذ بالأحاديث التي لا نجد مثلها ولا نغير لها عند أهل الخلاف ومنها ما عن الحسين بن أبي غندر عن أبيه عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلى الله عليه قال سعلته عن صوم يوم عرفة فقال صلى الله عليه عيد من آياد المسلمين ويوم دعاء ومسألة عيد ما يصير يعني به الصيام قلت فصوم يوم عاشرة محل الشاهد قال ذاك يوم قتل فيه الحسين صلى الله عليه فإن كنت شامتا فصومه لا إله إلا الله يعني الإمام هنا المعصوم يقول إذا أنت شامت بالحسين صوم هذا يوم عاشرة ثم قال إن آل أمية نذروا نذرا إن قتل الحسين صلى الله عليه أن يتخذوا ذلك اليوم عيدا لهم يصومون فيه شكرا ويفرحون أولادهم فصارت في آل أبي سفيان لعنة الله تعالى عليه سنة إلى اليوم فلذلك يصومونه ويدخلون على أهاليهم وعيالاتهم الفرح ذلك اليوم مثل ما مصر وفلسطين وبلاد الشام هاي يسمونها عاشرة يوم عاشرة عيدوا ويروحوا لمدينة ألعاب ودقوا رقص ويسوون حلاوة ويوزعون لعنة الله عليه ثم قال صلى الله تعالى عليه إن الصوم لا يكون للمصيبة ولا يكون إلا شكرا للسلامة وإن الحسين صلى الله تعالى عليه أصيب يوم عاشرة إن كنت في من أصيب به فلا تصم وإن كنت شامتا ممن سره سلامة بني أمية فصم شكرا لله تعالى إذا أنت من بني أمية صوم شكر لله المصدر كتاب وسائل الشيعة للحر العام للجزء العاشر صفحة أربعمائة وثين وستين ومنها أما عن زيد النرسي قال سمعت عبيد بن زرارة يسأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن صوم يا معاشرة فقال من صامه كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ بن مرجان وآل زياد لعنة الله تعالى قال قلت وما كان حظه من ذلك اليوم قال صلى الله تعالى عليه النار حظهم النار يعني ليصوم يوم عاشرة حظ النار عاذن الله من النار ومن عمل يقرب من النار المصدر الكافي للكليني جزء الرابع صفحة مية سبعة واربعين ومنها ما عن جعفر بن عيسى قال سألت الرضا صلى الله تعالى عليه عن صوم عاشرة وما يقول الناس فقال عن صوم ابن مرجان تسألني ابن مرجان ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين صلى الله تعالى عليه وهو يوم يتشاءن به آل محمد صلى الله تعالى عليه وآله ويتشاءن به أهل الإسلام واليوم الذي يتشاءن به أهل الإسلام لا يصام ولا يتبرك به المصدر نفسه نأتي إلى ما حدث بعد الطوف حيث عمر عبدالله بن عمر لعنة الله تعالى عليه كتب ليزيد رساله روى البلاذري قال لما قتل الحسين صلى الله تعالى عليه وآله كتب عبدالله بن عمر لعنهم الله إلى يزيد بن معاوية لعنهم الله جميعا أما بعد شف هذا هذا المنافق القواد هذا السافر الصاقط هذا عبدالله بن عمر بن الخطاب لعنة الله تعالى عليه يكتب اليزيد أما بعد فقد عظمت الرزية وجلت المصيدة وحدث في الإسلام حدثا عظيما ولا يومك يوم الحسين يزيد أرفع بين هذا دجال وشذاب مثل ابوه فكتب إليه يزيد اللعين أما بعد يا أحمق فإننا جئنا إلى بيوت منجد وفرش ممهد ووسائد منضد فقاتلنا عنها فإن يكن الحق لنا فعن حقنا قاتلنا وإن كان الحق لغيرنا فأبوك أول من سن هذا وابتزه واستأثر بالحق على أهلي أبوك أي عمر هو اللي أول واحد خذه حق آل محمد تم جاء علينا المصدر كتاب بحار الأنوار للمجلس لذا يقول سيد الشهداء صلى الله عليه وآله يوم عاشوراء بعد أن لطخ رأسه ولحيته الشريف بدمه الشريف بعد أن ضرب بالسهم المثلث في كبده أو قلبه فأخذ الدم ولطخ وجهه ولحيته الشريف وقال رفع رأسه إلى السماء قال هكذا أكون حتى ألقى جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا مخضب بدمي وأقول يا رسول الله أو يا جدي قتلني أبا بكر وعمر لعنهم الله المصدر كتاب بحار الأنوار نقلا عن الخوارزمي فهذه الأحاديث اللي اتكلمنا بها نشوف بأن الأسباب الحقيقية والمؤسسين لقتل الإمام الحسين هم من سلبوا واغتصبوا الخلافة من أمير المؤمنين هم من قتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله هم من قتلوا الزهراء صلى الله تعالى عليها وعلى أمير المؤمنين صلى الله تعالى وعلى آله فمن يجيك واحد أغبر ابن أغبر ويقل لك احنا مارة طائفية أخي الطائفية شيء والحق شيء آخر انت ما تريد طائفية لا تمشي بالشارع والسبو تجتمحها طلب منك هذا انت ما تريد طائفية احترم نفسك واتق الله سبحانه وتعالى لا تشذب لا تبوق لا تزني لا تشرب لا 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 صلي صوم اعبد الله سبحانه وتعالى ما حد قالك لكن انت من تجي بالحديث ومن نذكر بأن النبي صلى الله عليه وآله قتلوه والزهراء قتلوها وأمير المؤمنين قتلوه والحسن والحسين صلى الله عليه عليهم أجمعين والمسببين لذلك هم أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة وعثمان ومعاوية وهند وأم الحكم لا تقلوه طائفية نعلى على والديك ونعلى على والدينا طائفية لعنت الله عليك وعلى الطائفية انعى الأبوك لا بحتى الطائفية أنا إمامي مقتول وقاتل فلان ما أقدر أسبه وشتمه ولعنه وانعى الوالديك ولا طائفية انت أبوك إذا واحد تجاوز عليه بشارة تقلب الدنيا تكفر برب العالمين أي سفلة انتم شنو انتم لعنة الله على الظالمين المهم نرجع إلى حديثنا السابق وصلنا إلى ابن عمير فقال له عبد الله بن عمير عندما نادى عمر بن سعد فقال له عبد الله بن عمير يبنى الفاعلة وبك رغبة من مبارزة أحد من الناس ثم شد عليه فضربه بسيفه حتى برد فإنه لمشتغل بضربه شد عليه الحديث اللي كانت هي نهاية الجزء الثالث نأتي الآن إلى الجزء الرابع وما أسلفنا به كان مقدما لهذا الجزء صلنا إلى وحمل عمرو بن الحجاج على ميمنة أصحاب الحسين صلى الله عليه وآله كل الحديث اللي نتحدثه هو عن كتاب الإرشاد الشيخ المفيد المتوفي سنة 413 هجرية طبعة مؤسسة الأعلمي على ميمنة أصحاب الحسين صلى الله عليه وآله في من كان معه من أهل الكوفة فلما دنى من أصحاب الحسين صلى الله عليه جثوا له على الركب وأشرعوا بالرماح نحوه فلم تقدم خيلهم على الرماح فذهبت الخيل لترجع فرشقهم أصحاب الحسين صلى الله عليه وآله بن نبل فصرعوا فصرعوا منهم رجالا وجرحوا منهم آخرين وجاء رجل من بني تمين يقال له عبد الله بن حوزة لعنة الله عليه فأقدم على مؤسكر الحسين صلى الله عليه فناداه القوم إلى أين ثكلتك أمك فقال إني أقدم على رب رحيم وشفيع مطاع فقال الحسين صلى الله عليه تعالى عليه لأصحابه من هذا قيل هذا ابن حوزة التميمي يعني الحر تميمي وهذا هم تميمي هذا من أهل الجنة هذا من أهل النار فقال اللهم حزه إلى النار فاضطرب به فرسه في جدول فوقع وتعلقت رجله اليسرى بالركاب وارتفعت اليمنى وقع وظلت رجله ماسكة بالركاب فما قدر بعد يصعد على الفرس يعني وقع بالقاع بعد وظل الفرس يجر فشد عليه مسلم بن عوسجه فضرب رجله اليمنى فطارت وعدى به فرسه يضرب رأسه بكل حجر ومدر حتى مات وعجل الله بروحه إلى النار ونشب القتال فقتل من الجميع جماعة وحمل الحر بن يزيد الرياحي رحمه الله على أصحاب عمر بن سعد لعنة الله عليه وعلى أبيه وهو يتمثل بقول ما زلت أرميهم بغرة وشه ولبانه حتى تسربل بالدماء فبرز إليه رجل من بن الحارث يقال له يزيد بن سفيان فما لبثه الحر حتى قتله وبرز نافع بن هلال يقول أنا بن هلال البجلي أنا على دين علي فبرز إليه مزاح بن حريف فقال له أنا على دين عثمان لعنت الله عليه وعلى عثمان فقال له نافع أنت على دين الشيطان مو عثمان هذا الشيطان وحمل عليه فقتله وصاح عمر بن الحجاج بالناس يا حمقاء يا حمقاء أتدرون من تقاتلون تقاتلون فرسان أهل المصر وتقاتلون قوما مستميتين لم يبرز إليهم منكم أحد فأنهم قليل وقل ما يبقون والله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم فقال له عمر بن سعد لعنة الله تعالى عليهم صدقت الرأي ما رأيت فأرسل إلى الناس من يعزم عليهم أن لا يبارز رجل منكم رجلا منهم ثم حمل عمر بن الحجاج وأصحابه على الحسين صلى الله تعالى عليه وآله من نحو الفرات فاضطربوا ساعة فصرع مسلم بن عوسج الأسدي رحمه الله وانصرف عمر وأصحابه وانقطعت الغبر ووجدوا مسلما صريعا فمشى إليه الحسين صلى الله تعالى عليه وآله فإذا به رمق فقال رحمك الله يا مسلم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ودنى منه حبيب ابن مظاهر فقال عز علي مصرعك يا مسلم أبشر بالجنة فقال له مسلم قولا ضعيفا بشرك الله بخير فقال له حبيب لولا إني أعلم إني في أثرك من ساعتي هذه لا أحببت أن توصيني بكل ما أهمك ثم تراجع القوم على الحسين صلى الله تعالى عليه فحمل شمر بن ذي الجوشن ابن ذي الجوشن لعنة الله تعالى عليه في الميسرة على أهل الميسرة فتثبتوا له وطاعنوه وحمل على الحسين صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه من كل جانب وقاتلهم أصحاب الحسين عليه السلام قتالا شديدا فأخذت خيلهم تحمل وإنما هي اثنان وثلاثون فارسا فلا تحمل على جانب من خيل الكوفة إلا كشفته فلما رأى ذلك عروة بن قيس وهو على خيل أهل الكوفة بعث إلى عمر بن سعد لعنة الله تعالى عليه أما ترى ما يلقى خيلي هذا اليوم من هذه العدة اليسيرة ابعث إليهم الرجال والرمات فبعث إليهم بالرمات فعقر بالحر بن يزيد فرسه ونزل عنه فجعل يقول إن تعرفوني فأنا بن الحر أسجع من ذي لبد هزبر هاي الأرجوزة يعني ما لك وضربهم بسيفه فتكاثروا عليه فاشترك في قتله أيوب بن مسرح ورجل آخر من فرسان أهل الكوفة وقاتل أصحاب الحسين عليه السلام القوم أشد قتال حتى انتصف النهار فلما رأى الحسين بن نمير وكان على الرمات صبر أصحاب الحسين عليه السلام تقدم إلى أصحابه وكانوا خمسمائة نابل أن يرشقوا أصحاب الحسين عليه السلام بالنبل فرشقوهم فلم يلبثوا أن عقروا خيولهم وجرحوا الرجال وأرجلوهم نزلوهم من الفرس هذا الفرس من ينصاب بعد يوغا واشتد القتال بينهم ساعة وجاءهم شمر ابن ذي الجوشن لعنة الله تعالى عليه في أصحابه فحمل عليهم زهير ابن القين رحمه الله في عشرة رجال من أصحاب الحسين عليه السلام فكشفوهم عن البيوت وعطف عليهم شمر ابن ذي الجوشن لعنة الله تعالى عليه فقتل من القوم ورد الباقين إلى مواضعه وكان القتل يبين في أصحاب الحسين عليه السلام لقلة عددهم ولا يتبين في أصحاب عمر بن سعد لكثرتهم لعنة الله تعالى عليه واشتد القتال والتحم وكثر القتل والجراح في أصحاب أبي عبد الله الحسين صلى الله عليه وآله إلى أن زالت الشمس الشمس فصل الحسين عليه السلام بأصحابه صلاة الخوف يعني زوال الشمس يمتع الظهر يعني صلاة الظهر صلاة الخوف وتقدم حمضله بن سعد الشبامي بين يدي الحسين عليه السلام فنادى يا أهل الكوف يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي ويا قوم لا تقتلوا حسينا فسيحتكم الله سبحانه وتعالى بعذاب وقد خاب من افترى ثم تقدم فقاتل حتى قتل رحمه الله وتقدم بعده شوذب مولى شاكر فقال السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركات استودعك الله ثم قاتل حتى قتل رحمه الله وتقدم عابس بن شبيب الشاكري فسلم على الحسين صلى الله عليه وآله هذا عابس المشكلة هنا بالواقع الشيعي أكو بالألفينات أو التسعينات نهايته أو الألفينات نزلت قصيدة الباسم الكربلائي القصيدة صوتية نخلينا على صور من فيلم لمعركة الطف فيطلعون شخص يشق ملابسه وكذا وأسود اللون هو ذاك كان جون مولى أباذر رحمهم الله يخلون عليمن على القصيدة ما العابس فالناس حسبالهم عابس كان أسود اللون لا مو أسود اللون وتقدم عابس بن شبيب الشاكري فسلم على الحسين صلى الله عليه وآله وودعه وقاتل حتى قتل ولم يزل يتقدم رجل رجل من أصحابه فيقتل حتى لم يبقى مع الحسين صلى الله عليه وآله إلا أهل بيته قاصة فتقدم ابنه علي ابن الحسين هنا هنا هناك روايات تقول بأن الإمام الحسين عليه السلام أول ما قدم فارس للقتال من أصحابه وأهل بيته كان الإمام علي الأكبر عليه السلام وفي روايات تقول بأن الأنصار قاتلوا بالبداية وبعدين بدأ الدور على أهل البيت من أخوته وأقربائه أولاد عمه هناك روايات تقول بأن الإمام علي الأكبر تقدم بعد ما أن انتهوا انقتلوا كل الأصحاب يقول إنانا فتقدم ابنه علي ابن الحسين صلى الله عليه عليه ما وأمه ليلة وأمه ليلة بنت أبي قرة بن عروة بن مسعود الثقافي وكان من أصبح الناس وشن وله يوم إذن تسعة عشر سنة هم يقولون إلد تسعة عشر سنة فشد على الناس وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي ونحن وبيت الله أولى بالنبي فالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضرب بالسيف أحامي عن أبي ضرب غلام عاشمي قرشي ففعل ذلك مرارا وأهل الكوف يتقون قتله فبصر به مر بن منقذ العبدي فقال علي علي آثام العرب إن مر بي يفعل مثل ما فعل ذلك إن لم أثكله أباه فمر يشد على الناس كما مر في الأول فاحترضه مر إلى نطلع علي هذا بن منقذ وطعنه وصرع واحتواه القوم فقطعوه بأسيافهم وجاء الإمام الحسين صلى الله عليه حتى وقف عليه فقال قتل الله قوما قتلوك يا بني ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول صلى الله عليه وآله وانهملت عيناه بالدموع ثم قال على الدنيا بعدك العفا وخرجت السيدة زينب صلى الله عليه وآله مسرعا نحو الحسين وتنادي يا أخياه وابن أخياه وجاءت حتى أكبت نفسها عليه فأخذ الحسين عليه برأسها فردها إلى الفسطاط وأمر فتيانه فقال احملوا أخاكم فحملوا حتى وضعوه بين يدي الفسطاط يعني خيام خلاها بس للشهداء لليستشهد يشيلون يخلون فاقي الخيم الذين كانوا يقاتلون يقاتلون أمامهم ثم رمى رجل من أصحاب عمر بن سعد يقال له عمرو بن صبيح عبدالله ابن مسلم بن عقيل بسهم ووضع عبدالله يديه على جبهته يتقيه فأصاب السهم كفه ونفذ إلى جبهته فسمر هابه فلم يستطع تحريكه ثم انتحى عليه آخر برمحه فطعنه في قلبه فقتله وحمل عبدالله بن قطب الطائي على عون بن عبدالله بن جعفر ابن السيدة بن أبي طالب فقتله وحمل عامر بن نش التميمي على محمد بن عبدالله بن جعفر ابن السيدة صلوات الله تعالى عليها فقتله وشد عثمان بن خالد الهمداني على عبدالرحمن بن عقيل بن أبي طالب فقتله قال حميد بن مسلم هذا حميد الذابحي النبي اللي كل الروايات من عنده وفي معسكر أبويد الله بن زياد فبين كذلك إذ خرج علينا غلام كان وجهه شقة قمر فمر في يده سيف وعليه قميص وإزار ونعلان قد انقطع شسع أحداهما فقال لي عمر ابن سعد بن نفيل الأزدي والله لأشدن عليه فقلت سبحان الله وما تريد بذلك دعه يكفيكه هؤلاء القوم الذين ما يبقون على أحد منه فقال والله لأشدن عليه فشد عليه فما ولا حتى ضرب رأسه بالسيف ففلقه ووقع الغلام لوجه فقال فقال يا عما فجل الحسين صلى الله عليه كما يجل الصقر يعني جاء الإمام شمر نفس عليه ثم شد شدة لي أغضب فضرب عمر بن سعد بن نفيل بالسيف فاتقاها بالساعد فقطعها من لدن المرفق فصاح صيحة سمعها أهل العسكر ثم تنحى عنه الحسين صلى الله وحملت خيل الكوفة لتستنقذوه وتدعوه وعطأته بأرجلها حتى مات وانجلت الغبر عنه هذا الملعون فرأيت الحسين صلى الله عليه وآله قائما على رأس الغلام وهو يفحص برجله والحسين عليه السلام يقول بعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدك ثم قال عليه السلام والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت والله كثر واتره وقل ناصره ثم حمله يعني هذا الإمام القاسم عليه السلام على صدره وكأني أنظر إلى رجلي الغلام يخطان الأرض فجاء به حتى ألقاه مع ابنه علي ابن الحسين عليه السلام والقتل من أهل بيته فسألت عنه فقيل لي هو القاسم الحسن بن علي صلى الله عليه ثم جلس الحسين عليه السلام أمام الفسطاط فأتى بابنه عبد الله بن الحسين الرضيع وهو طفل فأجلسه في حجره فرماه رجل من بني أسد بسهم فذبحه فتلقى الحسين فذبحه فتلقى الحسين صلى الله عليه دمه في كفه فلما امتلع كفه صبه في الأرض ثم قال يا رب من يكن عبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلك لما هو خير منه وانتقم لنا من هؤلاء القوم الظالمين ثم حمله ووضعه مع قتلى أهل بيكه هنا نهاية الرواية تقول بأن عبد الله رضيع مو الرواية المعروفة بين حمله وعمره ستة شهور وشاله وقالهم اسقو الطفيل وشمر ابن ذي الجوشين قالهم اريحوه قتلوه ضربوه كذا وضربوه ورمى الدماء إلى السماء هاي الرواية المعروفة اللي عندنا هاي رواية ثانية تقول لا بأن هو أجي يمه الطفل يعني يجوز عمره سنة يجوز عمره سنتين أو خلوه الطفل بحظمة عطشان ورموه بسهم بتله روايات كثيرة بعض الأحيان نشوف بأن الرواية تقول تقول بأن فلان كذا فعل وكذا مصرعة ورواية ثانية تقول بأن فلان كذا مصرعة والمشكلة في الواقع الشيعي بأن احنا ما عدنا روايات منقولة عن الأئمة المعصومين عليه النساء ليش لأن الدولة الأموية في ذاك الزمان سوت حضر على كل من يتناقل الحديث من كذا ما يجوز لك تكتبة ما يصير تكتبة الناس كلها ارتدت بعد قتل الإمام الحسين عليه السلام ارتدت الشيعة ولم يبقى منها مع الإمام السجاد من رجع إلى المدينة صلى الله عليه إلا ثلاثة رجال ثلاثة بس الشيعة بقوا بعد معركة كربلا ما كو شيعة كلها ريالي تلزم بشي أنت شيعة يقولك لا والله مسلم أنا مو شيعة احنا كل احنا مسلمين اخوان سنة وشيعة وهذا الجبن من بيع انا ما لنا علاقة بالحسين الله يرحمه الحسين احنا شنا علاقة بي طلع على الخليفة ما الزمانة وانقتل يعني احنا بعد ما لنا علاقة لا نقدر نسب ولا نقدر هو هم بنت النبي وكذا بس هو غلطان بهذا شيء من طلع فاحنا ما لنا علاقة بي جزاكم الله خير فهذا الوضع اللي كان موجود في ذاك الزمان أنا في جبالي قصيدة كاتبها رحيم المالك يا الله يرحمه شاعر شعبي عن نهر الفرات نختم بيها الموضوع اليوم نختم بيها هذا الجزء يقول رحيم يعاتب النهر يقول شلون تجري وما يكزرق يا فرات يعاتب النهر شلون تجري وما يكزرق يا فرات وانت ذنبك مو ذنب يفطر سمة تسابقت بالطف على حسين السيوف وما يكول سهم في صدر نظمة وكان ما يك احد من كل السيوف اثر على حسين حيلي وقلم السيوف اعتنت تطلب دم حسين وهاي حاسبها الحسين بمقدمة بس بنات المصطفى حر تشبود حسين حر وهاي للحر تلشمة وعطش عبدالله تفرفح بين ديه وقطع قماطه ولعد ما يكومه هاي بس وحدها صارت كربلا هي والله هاي بس وحدها صارت كربلا عالحسين وكربلا من الشرغمة عطشة الدين عن بكرة ابيه وقطعه تجفوف راع الموزمة تدري لو ما يكوصل يم الخيام يقل للنهار تدري لو ما يكوصل يم الخيام شارو العباس منهم صارمه وكان ما ردت روس على الرقاب وكان ردت خيلهم تكتر دمه لكن انت يا فرات لكن انت تريد تذنب يا فرات وهاي ما تحتاج شرح وترجمة طاعة اسماعيل صحراء الحجاز وانت شحمايك لبن حام الحمة ذاك بن واحد اسماعيل يعني في السلام ذاك بن واحد سأل رب الجليل كيف تحيي الموت الموت وترد قائمة وهذا بن حيدر علي سيف الرسول الما يهاب دين لو متلائمة القال لو ينكشف عن عين الغطاء ما يزيد من اليقين الفاهمة وتجري بعدك يا فرات الما يشوف الحق عسب عين العمة يا والله قوم طمروحك حذر قبر الحسين واعتذر لله واطلب مرحمة قوم واخسل مايك برمل الحسين وخلي مايك يا نهر يتيممه وشوف فرق البيانك وبيان الكرام حسين شاف الدين عطشان الدمه ضحب آخر قطرة من دم الشريف وظلت آخر قطرة ثورة وقائمة حسين نبع الجود وانت اسمك نهر ويا نهر للمنبع انت وكرمة احسين صافي وصف من نبع الجنان وانت مايك طين وجروف اكطمه احسين لو منك شرب كان انت ارتويت وشا تشرف مايك الام اسفمة لكن انت الحظ ماك وتيهيت وسوء حظك راد لك هالخاتمة وسوء حظك راد لك هالخاتمة رحمة الله علي رحمة المالك على هذا على هاي القصيدة وهذه الابيات وجزاه الله تعالى عنا خيرا الكلام كثير في معركة الطف لكن المفروض من انه ان ناخذ عبرة من هذه المعركة والسؤال اللي دائما لازم نسأل انفسنا الامام سلام الله عليه لماذا ضحى بكل شيء من اجل الدين لماذا الناس الصلي والصوم تعبد الله ورايحه بالحج هو ترك الحج وترك كل شيء وجاء الى مكان هو وعياله اطفاله نساء اخوته اصحابه الخلص سبعين نفر ثلاثة وسبعين ثمانين خمسة وسبعين سبعين ستين مهما كان العدد مع جيش قوامة ثلاثين الف اقل اكثر الله اعلم لكن حسب الروايات الموجودة يعني الدقيقة تقول ثلاثون الف ثلاثين الف على سبعين نفر يعني كل واحد يقاتل الاشقاد يعني الف اكثر وكلها والامام سلام الله عليه ما قال ما قال ما قال يا بها لا 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 ابني لا تكتلون لا لا صاحبي لا ابن عمي لا اخوي لا ضحب آخر قطرة من دم الشريف احنا المشكلة اللي نشوف ها هسه جاي يصير من اشياء ما انزل الله بها من سلطان انا اتكلم عن الشيعة هاي الشيعة مصيبة مصيبة لا هي تعرف الحق وتتبع لا هي تعرف الباطل وتوخر عنه لا تعرف الحق وما تتبع تعرف الباطل وتمشي به عدنا قول للنبي صلى الله عليه لا يطاع الله من حيث يعصى مستحيل ما يصير زين انا هسه جاي اشوف بالبرامج ما الكواصل الاجتماعي الفيديوات الجاي نزلون هاي يم الامامين بين امير بين الامام العباس عليه السلام والامام الحسين صلى الله عليه وآله جايبين هاي الدمامات والدق والرقص والمزمار والزناجيل والمشاعل هاي وكل الساعة واقع وحارق الناس ومدري شنو زين احنا النبي صلى الله عليه وآله يقول ان الله حرم الدف والكوبة والمزامير وما يلعب به الكوبة هي الطبل يعني زين انت هسه من تقلي هاي شعائر شعائر ما يصير انت تجيب اشياء محرمة تدخلها بالشعائر انت تريد تلطم على عين وعلى رأس تلطم من باب الجزاء تضرب زنجيل من باب الجزاء لكن دم 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 دق 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 ولابسي اللي احمر على اساس عدى جيش ابويد الله ابن زياد ويركسون وططق ورقص شون عمي ما يجوز ما يجوز حرام شرعا لا يجوز حتى لو تريد تمثل الحالة لا تمثل هم وشنو انت شايف هاي فيلم الرسالة هاي الكلاوات وشذب يتشذبون علينا من شنة صغار جايين وستين ناقع عليها الخمر وسبعين ناقع عليها الجواري ويركسن وهذا وجاب الرمح شمره ودخل بالفتح هاي اللابسة فوق رأس الراقص ودخل منا وطلع مناك وقالت لو مهند جيبوا لي هذا خليقة الحمزة عمي ما كو ما يجوز حتى لو تمثل حتى لو انت تريد لا تقل لي هاي شي لا تقل لي لا تسوي لهاي هم طينين وكذا والزحفون بالقاء الزحف ما اخذين ما كو عمي ما كو شي الزيارة للإمام سلام الله عليه من باب الجزع اضرب صدرك قلطم اضرب الزنجيل ابتشي صيح يا إمام يا سيدي يا مولاي يا كذا ادعوا بالزيارة اقروا القرآن صلوا احزن ابتشي البس السواد على الأيم عليه السلام كل هذا مباح لكن دقوا وزمروا وكذا ما يجوز عمي لا يجوز شرعا لا يجوز زينها ست وجايبي لي هذا مغالي شور وشور ولا مدري شنو وسين سين سين وغيرة وغيرة كل تجاوز هذا هذا ما يقبل بيه لا الله سبحانه وتعالى ولا محمد وآل محمد ما يجوز عمي ما يجوز خرعا لا يجوز هذا من باب الأمر بالمعروف هنا هي عن منكر هذا منكر إلى متى زين هاي القنادر المراجع اللي قاعد لا تشي ولا تنشي يقولك أنا بس احتي بعد ما حد يقلدني أنا على أبوك لأبو تقليدك انت منه هذا قاعد عمي بس يأخذ منكم خمس وزكا ما لهم علاقة وهاي الفلوس اللي يذبونها بالشباك ما للإمام لا يذبوها هاي يأخذونها يصرفونها على ملاهيهم على النسوانهم على متعتهم على كلاواتهم انطيها للفقير قول هاي لوجه الله تعالى للإمام الفلاني انطيها لهذا الفقير فقير بالشارع انطيها يأكل بها خبزة الذبح والصالخ واللحم والدجاج والتمن والمرق وزعون الفقراء لا توزع ليها للأغنياء انطل الفقير هذا المماكل خليها كل بزاد الحسين عليه السلام انت تشرب عرق ومسوي لي موكب انت كلب بن كلب انت من أعداء محمد والمحمد انت شون تشرب عرق وسوي موكب بطل العرق وسوي موكب والله انا حب الحسين لعنة الله عليك انت لو تحب الحسين ما تشرب خمر الخمر هذا كانوا يشربونه جيش عبيد الله بن زياد ويزيد انت من ذوله انت مو من أصحاب الحسين ما يصير عمي ما يصير الدين دين لا تأخذكم في الله لو متلائم احنا الى متى ساكتين الى متى بس ندقون الطم عوفة عوفة خادم للحسين عوفة عوفة زاير عوفة عوفة حزنان عوفة عوفة وهاي هاي الشباب هذا اللي مسوروا لا هو ابنية لا هو مرأة لا هو رجال لا هو كذا هم عوفة عوفة والله ما يخليهم يطبون للزيارة نسوان لا تطبن للزيارة نسوان تخلص الزيارة وروح نزورها قاعدا ببيوت شن وين رايح انت بين الزين مطابة يا هذا مادديده يا هذا مدري شنو يا هذا طاخته يا هذا طال عمين ما يجوز عمي ما يجوز لعنة الله على الظالمين ان شاء الله نكمل الجزء الخامس ما بيناه من أسباب خروج الإمام سلام الله عليه من المدينة إلى مكة إلى كربلا نسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر